من خلال هذه التفاقية التي توقعت أمام سيد الرئيس الحكومة سيتم تأهيل الأحداث للإستاد التي تأهيل إلى عام 2025 وكأس العالم 2030 وبما فيهم المركب الرياضي الذي سيكون جديد في بن سليمان هناك تأليمات جاءة المالك لينسرو لكي هذه التجهيزات الأساسية تكون في مجتوى دولي وتلائم مع كل المعطيات التي هي ضرورية في تفتر تحملات الفيفا والكف والأشغال ستطلقات في واحد الإعادات لإعادات لهذه التأهيل ولا أيضاً فيما يخص استاد بن سليمان باش يكون ونالك تتخصيات الأساسية التي تجزيزها الناسية إن شاء الله